موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم شهيوات منزلية اليوم ان شاء الله سنجدوا واحد الكيك رائع جدا جدا بمقادير اللي هي مضبوطة وناجح مئة بالمئة كيك المخابز او كيك المحلبات كيجي على هات الشكل هكذا كيجي قطني وكيجي هش كيجي يزوين بزا 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 ندوزو المقادير وطريقة تحضير هنايا غنحتاجوا باش نوجدوا هاد الكيك غنحتاجوا هنايا ثلاثة الكووس ديال الدقيق ثلاثة الكووس ديال العنباء عمرين مزيان ديال الدقيق غربلتهم لها الشكل هادا وعندي هنايا واحد واحد شاسي دلفاني وعندي خمارة من فئة 15 جرام يمكن لكم تعودوها بجوج خمارات حمر انا كنديرها مرة بهادي مرة كندير الخمارات حمر هذا هو القياس جوج خمارات حمر وعندي هنايا واحد الخمسة ديال البيضات انا عندي البيض هنايا صغير شوية الى كان عندكم البيض كبير ديروا غير ربعة فقط ديروا غير ربعة البيضات وعندي هنايا كاس ديال الزيس وكاس ونص ديال ساني دا كاس ونص ديال ساني دا كاس ونص ديال حلوة كتجي مقادة في الدوق ديالها وعندي كاس ديال الحليب ووحد الياغورت صغير ديال درهم هذا صافي وشوية ديال الملحة باش نعدلوه الدوق وصافي بسم الله ندوزل الطريقة صافي غناخد واحد الاناء وغادي نوضع فيه البيض باش نطربو غندي البيض هو اللول حال هكا وغادي نضيف هاد الكاس ديال ساني دا وغادي نزيد وغا نزيد هاد النصف الاخر هاد الكيكا ما كتجيش حلوه كتجي مقادة في الدوق تخافوش منها اه كاس ونصف كتجي هي هادك غندير واحد شوية ديال الملح غراك باش قد ليا الضوق اه هنايا اللي غيستعمل طراب يخدم هاد الخالط مزيان حتي يضاعف الحجم ديالو ويبيض اه ضروري هاد المرحالة باش تنجح لنا هاد الكيك انا هنايا غادي نديرو غير هنايا يفلع الجانة ندير الخالط ديالي يتخدم بحال هكا سافي وغادي نديرو على هنايا غادي نجهد ليه سرعة باش يتخلط ليه بالزربة ويطلع سافيك نخليه يتخلط على هاد الشكل هادا تكيد ضعف الحجم للخالط هنايا بعد ما كيتخلط الخالط ديالي لات الشكل هادا كي يضاعف الحجم ديالو كي ما كتشوفو هانتو ما كي يضاعف الحجم ديالو وكي يولي اللون ديالو ابيض اه ضروري توصلوا لهاد المرحالة هادي ضروري باش تنجح هاد الكيك اه غادي ناخد هنايا اوحد زليفة وغادي نوضع فيها هاد الكاز ديال الزيت حال هاكا غادي نضيف الحليب علادك الزيت اللي درت وغادي نضيف هاد الشاصياء ديال الفاني باش نضيف هاد دانون ديال درهم اه الوزن ديالو ستين جرام اه ديال الفاني ويمكن لكم تستعمل لوسا ديال البانان كي يجيو اه زوينين بجوج بيوم زيما في هاد الوصفة هادي انا كل مراش نو كنستعمل ليا هادا يد البانان مشي مشكل سوف نخلط هاد الخالط مزيان حسيت جانس ليا الخالط هنايا بعد ما خلطت هاد الخالط هاكا مزيان تنسجم مع بعضياتهم مبقى شبال يدك الزيت سوف نضيفه على الخالط ديال البيض سوف نقرب لكم هنا شوية شبال لكم سوف نضيفه هنايا على ثلاثة ديال الدفوعات وانا كنخلط كل مره نخلط وغير بشوية في افتيجه واحد من تحت الفوق بحال هاكا نحاول ما نهبطش ديال البيض اللي طلعت بصافي بحال هاكان الصامر في نفس الافتيجه نخلط وغير بشوية نحاول ما نهرش ديال البيض اللي طلعنا بالهات الشكل بصافي نكمل كمية البقالية بصافي على هات الشكل هادا وما نبالغش في الخلط بصافي بركة عليه وهنايا نبدأ نضيف الدقيق هاكا بشوية بشوية وانا كنخلط غير بشوية من تحت الفوق على هات الشكل هادا في نفس الاتيجه نحاول على هات الخلط ديالنا بش ما يهبطش غير بشوية هنايا غنزيد كمية ديال الدقيق هاد الدقيق نديروها لثلاثة او لاربعه ديال الدفوعات ما نديروش مرة واحدة غير بشوية بش ما يهبطش لنا هاد الخلط وغادي نضيف هنا هاد الخمارة غنجيب شي صفايا باش نصفيها وما يبقوش لديك الحبيباس ديال الخمارة في العاجين ونخلط غير بشوية ركيب اليكم كنخلط بسرعة رغيت سريع ديال الفيديو بالعكس انا كنخلط غير بشوية صافي على هات الشكل هادا صافي ونستمر في الخلط في نفس الاتيجه ومن تحت الفوق نزيد الكمية ديال الدقيق هنا هنزيد كمية دائما غير بشوية بشوية دقيق وحنا كندخله فيه بشوية بشوية على هات الشكل هادا الصامر هنا هنزيد وحد شوية ديال دقيق وغنخلي وحد شوية حتى نشوف الخليط ديالي واش يحتاج ولا بركة عليه دائما ما ندفوش دقيق دفعة واحدة على هات الشكل هادا ونخلط كما قلت لكم غير بشوية هنا هنيا الخليط ديالي باقي خاصو شوية ديال دقيق هنزيد كمية اللي باقي ليا هاد هاد المقادير كتزلينا ثلاثة الكيساند العنبار ديال دقيق نيشان على هات الشكل هادا ونخلط حتى يختفي ليا دقيق وصافي وها الخليط ديالي واجد بعد ما خلطت الخليط ديالي غناخد هنيا واحد المول هكا انا اخديت هادا داير يمكن لكم تاخدوا داك اللي متقوب من الوسط ولا مربع ولا مستطيل الشكل اللي بغيتو انا اخديت هادا باش جيني الشكل ديالها بحالي للمحلابات او المخبازات اخديت هادا المول هكا داير دهنتو بزبدم زيان وغبرتو بالدقيق باش ما نتأكد انه ما يلصقش ليا هاد الكيك ديالي صافي وكان خوي هكا الخالط نحاول نرفع دي هكا شوية لفوق صافي نكوب هادا الخالط ديالي كامل في هادا المول هاد الكيكة كتجي زوينة بزبزف كتجي طالعة حجم عائلي وكتجي كبيرة تبارك الله كتجي غزالة بزبزف وتلاحق كاف شي مناسبات ولا شي عراضة ولا شي حاجة تنفع صراحة انا كنديرها اذا كنت عندي شي مناسبة ولا جين عندي شي ضياف كنديرها كتنفعني كتصادية وكتعطي كمية اللي هي كتيرة نتمنى تجربوها كتجي غزالة بزبزف نتمنى تجربوها وتنجح معاكم ان شاء الله صافي غادي هادا الكيك ديالي بعد ما درتو هنا يا في هاد المول غندخلو الفران لي سخنتو من قبل ونقص له وغندخل الكيك ديالي تكون العافية ملتحت حتى يطيب الكيك ديالي مزيان ونشعلها من الفوق باش يتحمر الوجه ديالها صافي ونخرجها من الفران ونطلقى معاكم ان شاء الله هنا يا بعد ما طابت الكيك ديالنا كتجي عليها تشكل هذا انا هنا يا درت ليها واحدثيين اللي بصيد درت ليها غير شوي لكم في تير ودرت ليها هنا يا كوكو مهرمش ومحمرا يمكن لكم تديروا الكوك ولا اللوز إثيلي ولا اللوز مهرمش على حسب المتوفر هالكيكا كتجيزوينة بزا بزا فنتمنى أنكم تجربوها نتمنى يعجبكم الفيديو إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وشاركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد وما تنسوناش من تعليقاتكم ودعواتكم السلام عليكم اشتركوا في القناة